اشتركوا في القناة سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الولمبية البحرينية مؤكدا سموه حرص مملكة البحرين على انجاح اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد التي تقام للمرة الاولى في المملكة مشيرا سموه الى انجاز كافة الخطوات التحضيرية للحدث وذلك بفضل واهتمام وتوجيهات سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة لتعزيز مكتسبات مسيرة التقدم والازدهار لخطط وبرامج الاتحاد واعرب سموه شيخ فيصل بن راشد آل خليفة عن امله في ان تسهم الاجتماعات المكثفة للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للفروسية في دفع عجلة التطوير للاتحاد نسيما الموضوعات المهمة المدرجة على جدول اعمال الجمعية والتي تحظى بترقب كبير من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد بالاضافة الى الخطوات التي من شأنها ان تسهم بالارتقاء في هذه الرياضة من جهته عرب سيد انجمار ديفوس رئيس الاتحاد الدولي للفروسية عن شكره الوافر لمملكة البحرين لاستضافة اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد مشيرا بالدور المحوري والبارز للبحرين في نجاح خطط واستراتيجيات الاتحاد مثمنا دعم سموه شيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدى للاعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياض رئيس لجنة الولمبية البحرينية والذي يشكل على الدوام نقطة دعم مركزية لانشطة وبرامج الاتحاد الدولي للفروسية